لكن تعالوا بقى نتكلم عن ما حدث عقب انتهاء هذه المباراة وانا هقول لحضراتكم مثال بسيط قوي مثال بسيط قوي دايما دايما يعني مثلا الواحد موجود او انا موجود بشتغل في قناة النادي الاهلي فطبيعي جدا ان انا اكون وجهة ومثال وحاجة تكون بتشرف اسم كبير زي النادي الاهلي طالما انا منتمي للنادي ده وطالما انا كمان بشتغل في منظومة النادي الاهلي فانا لازم اكون وجهة مشرفة لاسم النادي الاهلي فللأسف الشديد فيه لاعب اسمه امام عشور في نادي الزمالك اعتقد البعض يعرفه اعتقد يعني فيه البعض يعرفه اللاعب ده اصلا متعاقب بالنادي ونزل يتمرن مع فريق الشباب وبعد كده لعب المبران بارح وبعد كده شفنا الفيديوهات اللي حضراتكم شفتوها كلها اكتر من فيديو لتجاوزات لا طاليق ابدا ابدا بواحد او بلاعب بيلعب باسم نادي كبير زي نادي الزمالك نادي محترم زي نادي الزمالك هو اصلا متعاقب من ناديه بعد سلوك موشين هو كان عامله على هامش احدى مباريات الفريق الاول لقرارة القدم بالنادي الزمالك فبناء العلي نزل لفريق الشباب وبعد ما نزل ما هو ما فيش اي حاجة بتردعه بالصراحة الولد دا يعني فبالتالي اللي احنا شفنا مبارح دا حاجة للأسف للأسف او هي اجابة بسيطة جدا للناس اللي بتقول ليه فيه شحن ما بين الجمهورين اكبر جمهورين في مصر الجمهور الاهلي وجمهور الزمالك لما حتيجي تسأل كده تقول هو ليه في تعصق هو ليه في مشاكل ليه في شحن ليه في حساسية زي ايه دا الاجابة اللي حضراتكم شفتوه مبارح من اللاعب اللي اسمه امام عشور هي دي الاجابة بشكل مبسط جد ببساطة جد هتنتهي امتى المشحنات دي او هتنتهي امتى هتنتهي امتى الشحن دا او التعصب دا لما امثال هؤلاء اللاعبين يختفوا يختفوا من المشهد لما السلوك دا يختفي المفروض انت بتلعب في فيرس ديم اصلا لاعب بتلعب بشكل جيد مع فريقك نادي الزمالك فمفروض انت تكون مثال يحتزى بيه ليه؟ الشباب اللي انت متعاقل عشان تستلعب معاهم لكن لما الشباب دا يشوفوك انت بتعمل كده فيقولك ايه دا دا جامد اول انا اعمل زيه بقى لكن للأسف للأسف دي مش اول واقعة لللاعب دا مش اول واقعة ليه احنا كلنا فاكرين على هامش مباراة السوبر بعد انتقى الاهل والزمالك في الامارات ولما ضرب وليد سليمان احد يعني كباتن واحد اللاعبين المميزين جدا في تاريخ الكرة المصرية وهو لاعب لسه لسه صغير لسه ولد صغير وعمل التصرف اللي زي دا وكان فيه عقوبة ساعتها من اتحاد الكرة عشر مطشاط لكن هو العقوبة دي ما فرقتش معاه لان هي عقوبة لم تكن راضعة بالمر بالمر فبالتالي اللي احنا شفناه من الولد دا لازم في الحقيقة يكون فيه قرار صارم وقرار يناسب الواقعة اللي احنا شفناها لعب بيشتم النادي الاهلي بيشتم رموز النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي مدينة نصر ده هذا امر لا يليك بالمر للأسف الشديد يعني فبالتالي هتيجي تقول لي بقى ممكن اوقف اللعب عشر مطشاط كمان ولا حاجة ووقفه لنهاية الموسم ونقصه مطشن تهيطة ويخلص ده لا كان دا ماينفعناش مش ماينفعناش احنا كنادي اهلي او كجمهور النادي الاهلي لا ماينفعناش كجماهير كرة مصرية ماينفعناش كمنظومة الكرة المصرية هو لاعب مش مثال جيد للرياضة المصرية بشكل عام في الحقيقة يعني المهم ان هو ان هو كان طلع بيانا قبل كده بعد الواقع بتاعت ويد سلمان وقال لا انا اصلا اخلاقي مش كده لا انت بتثبت اهو ان دي اخلاقك للأسف الشديد للأسف الشديد يعني يعني انا مش عارف اول ايه اهله اهله لما يجي شوفوا حاجة زي كده وضعي زي ده اكيد هيكسفوا اكيد هيكسفوا انت بتنقل عن الناس المربيينك صورة سيئة رغم ان هما ممكن يكونوا تعبوا جدا في تربيتك والناس ليهم كل التأدير والاحترام يعني وانت كمان مثال سيئ مثال سيئ ماينفعش يكون وجهة لنادي كبير بحجم نادي الزمالك وبحجم جمهورية نادي الزمالك فاحنا في انتظار ايه احنا في انتظار ان يكون فيه عقوبة راضعة لهذا اللاعب علشان الامور اللي زي دي تختفي من الملاعب المصرية تختفي من الرياضة بشكل عام ماتش تنفسي عادي اهلي وزمالك بيلعبوا ماتش تنفسي على طول الدور الجمهورية ايا كان بقى مين كسب مين خسر مش دي قصتنا دلوقتي او الاهلي اللي كسب طبعا بارح لكن دي مش قصتنا خالص قصتنا ان الاخلاق يا جماعة اهم من اي شيء في الوقت اللي النادي الاهلي النادي الاهلي عاقب مديره الفني كابتن عامر انور عشان ماتش اللي قبليه على طول كان فيه مشكلة فيه مباراة امبي واعتراض بشكل مبالغ فيه وامور كتيرة جدا النادي الاهلي احاله للتحقيق فهو ده النادي الاهلي هي دي مبادئ النادي الاهلي هي دي قيم النادي الاهلي اللي البعض للأسف مش بياخد بالو منها او البعض مش فاهمها او البعض بيسأل ايه يعني القيم و ايه المبادئ هو ده الفرق بقى هو ده الفرق بقى مش دايما الفلوس هي اللي بتكسب مش دايما الأمور الخارجة عن النص هي اللي ممكن تكسبك أو اللي تكسبك كمان بالتحديد الشعبية وتكسب عاطفة الجمهور لا الكلام ده مع القيم والمبادئ مع سيستم مع شكل معين للإدارة في جميع الأصعيدة هو ده اللي بيجيب لك الألقاب والبطولات احنا شفنا أندية صرفت نصريف قد كده جابت ايه عملت ايه بتخسر وبتشيل كتير جد لكن الأندية اللي هي عندها نظام محدد وسيستم وعندها قيم ومبادئ هي اللي بتنجح الإجابة على ايه هي القيم والمبادئ قرارات النادي الأهل في الوقت النادي الأهل بيعقب فيه المديره الفني كابتن عمر أنور بنشوف أفعال لا طاليك أبدا بلاعب لابس تشيرت نادي الزمالك للأسف الشديد يعني أنا في انتظار النادي الزمالك نفسه يعقبه في الحقيقة في انتظار عقوبة كمان من الاتحاد المصري لكرة القدم يكون عقوبة رادعة بالمناسبة في خبر أنا عايز أقوله لحضراتكم وهو بيتعلق بالنادي الأهلي أن الأهلي يشكو إمام عشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الاندباط بشكل رسم ويطالب بتطبيق اللوائح والقواني ده أمر مهم جدا تقدم نادي الأهلي صواحي اليوم بشكل رسمي الاتحاد المصري لكرة القدم زي ما حراتكم شايفين كده على الشاشة وأخرى مماثلة إلى لجنة الاندباط والأخلاق ضد إمام عشور لعب الزمالك وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم بعد تجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي وزمالك في دول الشباب التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر بقية الشباب دول لما شافوا أمام ده هو اللي بيعمل كده فانجروا للي بيعمله لأنه هو مفروض قضوة ليهم أو مثل بالنسبة لهم كويس واحد بيلعب في الفيرس تيم فلكن لما أشوفه كده هعمل زيه للأسف الشديد يعني وأنا لسه ما عنديش خبرات الكافية ولسه يعني مش مدرك حجم الخطأ اللي هو عمله أرفق الأهلي بشكوى فلاشات تضمنت خمسة فيديوهات لللاعب وزملائه وهم يكيلون السباب السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره جاء في شكوى النادي أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عشور وزملائه تمثل أفعالا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتصير الفتنة بين الجماهير ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحاد الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم فيف وكذا لوائح الاندباط والأخلاق لاتحاد الكرة وتضمنت الشكوى أيضا أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيمام عشور وزملائه بهذه التجاوزات وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي وأنه هو كمان بقى سب وشتم بألفوظ يعاقب عليها القانون خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أي أحداث عارضة المور كيتمشي بشكل كويس جدا ومبركم فيها روح رياضية رائعة تمام وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية لكن عشور اعتاد التجاوز في حق الغير فقد سبك أنقام بالتعدي على لاعب الأهلي وليد سلمان عاقب مباراة السوبر المصري التي أقمت في الإمارات بالركل بالقدم وبشكل فيه انتهاك لكل قواعد الأخلاق والأدب خاصة أن وليد سلمان كان ملقى على الأرض وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإقاف عشور عشر مباراة عقب هذه الوقاعة وده كان أمر غير كافي ما ينفعش بصراحة وأكبر دليل إن اللعب بيقرر أفعاله عارف ده لو كانت وقف إقاف مناسب للي عمله مع وليد سلمان بلاش وليد سلمان لو كان عمل نفس اللي عمله ده مع لعب تاني أي أن كان مين هو زي وليد سلمان سواء بقى في الأهل أو في أي نادي تاني كان لازم يكون فيه عقاب أقوى من كده بكتير عشان يحرم لأنه هو لسه صغير لازم أنه هو يتعاقب عشان يتحلم وقامت لجنة الانضباط والأخلاق بإقاف عشور عشر مباراة عقب هذه الوقاعة التي كان يرى كثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر طلب الأهل في شكواة ضد لعب الزمالك وزملاء والتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت فيه هذا الشق حرصا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين خاصة أن إقام عشور أعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقاء عديدة ولم ترضع العقوبات الصابقة طيب إيه هي بقى اللوائح تعالى لجنة الانضباط اللوائح تعالى لجنة الانضباط إيه هي عشان نبقى عارفين بقى شوف لجنة الانضباط هتعمل إيه إحنا كلنا ثقة في لجنة الانضباط المادة رقم 23 فيه مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة تعالى لتالت نقطة اللي هي إيه اللي هي اللي حصل زيها مبارح في المطش أو بعد المطش قالك إذا صدر منه سلوك رياضي مشين أو تصرف غير لائق أولا يتحل أو لا يتحل بالروح الرياضية أو يصير الجمهور أو يحرد الآخرين على التمييز أو القراهية أو العنف أو أي سلوك فيه إزاء قبل أو أثناء أو بعد المباراة إيه اللي المفروض يحصل بقى أنا جايب لكم هو فيه كذا بند تمام في المادة دي فيه كذا نقطة في المادة دي أنا جايب لكم النقطة اللي هي بالضبط حصلت مبارح اللي هو إيه ارتكاب السلوك رياضي مشين تمام العقوبة بتاعتها بتبقى إيه هاتلي بقى العقوبة يا جماعة على طول يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية ومش بالترتيب خلي بالك على حسب العقوبة أو على حسب اللي يشوفوا أعضاء لجنة الاندباط قال لك واحد الإيقاف هتولي على طول يا جماعة الإيه النتائج أيوة هي دي يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية واحد الإيقاف تمام بس مدة الإيقاف هتكون مهمة قوي مجيش ماينفعش يبقى تقول لي الآخر السنة والسنة قربت تخلص فقاش تقول لي عشر مطشاط ولا تمام مطشاط ده كلام كده يبقى إحنا بنهزر دي تبقى رسالة تبقى رسالة من الاتحاد الكور أو من لجنة الاندباط مع كامل احترام والتقدير لكل ممثلي الاتحاد بشكل كامل بلجانه دي تبقى رسالة اللي هو إيه يا جماعة لو إنت يعني إنت شتنت طب خمس مطشاط ثمان مطشاط عشر مطشاط دي رسالة بقى إيه للناس التانية اللعبة التانية اغلط بقى برحتك وشتم برحتك هتوقف ثمان عشر مطشاط يبقى حنخش بقى في طريق إحنا ما نتمنهوش خالص للكورة المصرية والرياضة المصرية طيب اتنين الغرامة بحد أدنى خمسين ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت ماشي تلاتة شط ربما تلاتة شط أربعة تغريبه قيمة أو قيمة ما تم إتلافه وتوقع وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقايد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات على حسب رؤيتهم وعلى حسب يعني مش لازم يبقى رقم واحد الإقاف ورقم إثنين لا على حسب بقى ما هم يشوفوا الأنسب ده إيه فبالتالي أنا جبت لحضراتكم المادة رقم تلاتة وعشرين الخاصة بلايحة الاندباط وكمان جبت لكم إيه اللي بتمص عليه اللايحة من عقوبات فبالتالي إحنا في انتظار العقوبات اللي هتكون مناسبة جدا جدا في اتجاه هذا اللاعب الغير مسؤول والغير حريص على مراعاة الاسم الكبير اللي هو بيلعب باسمه أو النادي الكبير اللي بيلعب باسمه زي نادي الزمالك أنا واصل جدا 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 المسؤول النادي الزمالك مش عجبهم الكلام ده الناس محترمة قوي اللي موجودين دلوقتي جمهورنا دي الزمالك المحترمة أنا واصل جدا اللي هم مش عجبهم اللي عملوا اللاعب اللي اسمه إمام عشور ففي كل الأحوال إحنا في انتظار ما سينتج عنه التحقيقات خلال هذا الملف